بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام السجاد عليه السلام هناك حكم عند علمائنا الأعلام والعرفاء أيضا بأن الزوج الذي يجلس طويلا على الهاتف النقال من دون أي تواصل مع زوجته أو أنه يخرج مع أصدقائه لفترات طويلة لساعات طويلة من دون زوجته وكذلك الذي يجغل نفسه بغير عمل واجب عليه وإنما له الجلوس على التلفاز، الجلوس على النقال، الهاتف الجوال، الخروج مع الأصدقاء، النزهات، السفرات لفترات ولساعات طويلة يعتبر من الهاجر للزوجة المنهي عنه إذا كان بلا سبب نعم قال الله سبحانه وتعالى وهجروهن في المضاجع إذا ما عملت الزوجة عملا يغضب زوجها وقام بنصحها فلم ينفع النصح معها فماذا يفعل الزوج؟ يهجرها في المضجع أي أنه يحاول أن يشعرها بأنه غاضب لذلك يحاول أن يدير ظهره عنها ولا يكلمها لكي تشعر ذلك هذا متى يعمل به الحكم؟ إذا كانت الزوجة قد أخطأت بحق زوجها وبقيت معاندة على الخطأ ولكن ينهى وتنهى الشريعة وينهى الله عز وجل أن يفعل الزوج ذلك مع زوجته إذا لم يصدر منها خطأ معينا وهي غير عامدة على البقاء على الخطأ بل هي في السمع والطاعة له فإن الخروج من البيت كثيرا والجلوس مع الأصدقاء كثيرا والجلوس على الهاتف النقال كثيرا وأمام التلفاز كثيرا ويأتي بيته في كل يوم ضيوف كثر ويبقى لساعات طويلة وهذا بصورة مستمرة وكأنه اسلوب حياة فهذا يعد من الهجر للزوجة المنهي عنه شرعا يدخل في الإسم والحرام برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام